بسم الله الرحمن الرحيم الطلاب الأعزاء في مقرر Principles of Engineering Disciples نستكمل معاً شابتور 10 Power Screws وبنتكلم على الأنواع المختلفة للسكروز المستخدمة في Power Screws Type of Screw Threads Following are three types عندنا ثلاث أنواع Screw Threads mostly used in Power Screws بدأي نستخدمها غالباً في Power Screws أول نوع عندي اللي هو Square Thread أو القلاغوز المربع Adapted for the transmission of power in either direction بيستخدم في نقل القدرة في كلا الاتجاهين سواء إذا كان الاتجاه ده أو الاتجاه المعاكس Employed in Screw Jacks بنستخدمه أو بنوظفه في الروافع بنوظفه أيضاً في Prices أو المكابس بنوظفه في Clamping Devices أو أجهزة التثبيت زي المنجلة أو الملزمة عندنا النوع الثاني اللي هو الأكم or Tropezoidal Thread أو اللي هو بيبقى واخد شكل الشبه المنحرف وده طبعاً modification of square thread تعديل من القلاغوز المربع Increased Area in Shear الأريا هنا اللي بتتحمل الشير سترس يتحمل شير سترس أكتر Used where split not is required ممكن أنا أستخدمه أيضاً لما يكون عندي فيه split not أو سامولة مقسومة إلى نصفين زي التطبيق ده اللي هو موجود فيه المخرطة أو الليث عندي screw بالشكل ده كده اللي هو ده وعندي دي اللي هي النط اللي هي عبارة عن نصفين لما بقفلها على بعض بالشكل ده كده وبحرك القلاؤوز في الاتجاه ده بتتحرك العربة زهاباً وإياباً على حسب اتجاه الحركة نوع الثالث عندنا اللي هو الباترس ثريد الباترس ثريد used when large forces act along the screw axis in one direction only يعني فيه اتجاه واحد فقط بيحمل الباور بياخد الباور أو اللوت فيه اتجاه واحد فقط مور ريزيستنس تو شير استرس بيقاوم الشير استرس بشكل أكبر دول الثلاث أنواع اللي احنا بنستخدمهم في الباور اسكروز نكتفي بهذا القدر ونستكمل في الدرس القادم إن شاء الله